هذا وقد استقبل وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ شابان كوروشي رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش فعليات المؤتمر بشرم الشيخة وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن كوروشي أبدأ اهتماما خاصا بموضوعات المياه وارتباطها بقضية تغير المناخ حيث أوضح أن المجتمع الدولي بصدد أزمة مياه عالمية وهو ما يحتم العمل على تلافيها من خلال الترتيز على قضية المياه بوصفها أحد تجليات تغير المناخ من جانبه أعرب شكري عن تقديره لمشاركة رئيس الدورة الحالية للجمعية في فعليات المؤتمر